من طريف ما يحكى عن الحسن بن صافي المتوفى بدمشق سنة 68 و 500 أن نور الدين محمود خلع عليه خلعة سنية ونزل لينضي إلى منزله فرأى حلقة عظيمة فمال إليها لينظر ما فيها فوجد رجلا قد علم تيسا له استخراج الخبايا وتعريفه ما يقول له من غير إثارة فلما وقف عليه قال الرجل لذلك التيس في حلقتي رجل عظيم القدر شائع الذكر ملك في زي سوقه أعلم الناس وأكرم الناس وأجمل الناس فأرني إياه فشق ذلك التيس الحلقة وخرج حتى وضع يده على الحسن بن صافي فلم يتمالك الحسن أن خلع تلك الخلعة ووهبها لصاحب التيس فبلغ ذلك نور الدين فعاتبه وأغلظ عليه وقال استخففت بخلعتنا حتى وهبتها من طرقي فقال يا مولانا لأن في هذه المدينة زيادة على مئة ألف تيس ما فيهم من عرف قدري إلا هذا التيس فجازيته على ذلك فضحك منه نور الدين وسكت دخل الحسن بن الظهير بن أبي الحسن النعماني المتوفى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة الشام وأقام بالقدس مدة ومر بالقدس العزيز بن الصلاح بن أيوب والي مصر فرغبه في أن يعود به إلى مصر ليقمع به الشهاب الطوصي فورد معه وأجرى له الرزق وجاء يوم عيد فحدثت هذه الواقعة ركب العزيز يوم العيد وركب معه الطوصي والظهير فقال الظهير للعزيز في أثناء الكلام أنت يا مولانا من أهل الجنة فوجد الطوصي السبيل في مقتله فقال وما يدريك أنه من أهل الجنة وكيف تزكي على الله ومن أخبرك بهذا ما أنت إلا كما زعموا أن فأرة وقعت في دن خمر فشربت فسكرت فقالت أين القطاط فلاح لها هر فقالت لا تآخذ السكارة بما يقولون وأنت شربت من خمر هذا المالك فسكرت فصرت تقول خاليا أين العلماء فأبلس الظهير ولم يحر جوابه وانصرف وقد انكسرت حرمته عند العزيز وشاعت هذه الحكاية بين العوام وصارت تحكى في الأسواق والمحافل وفي هذه القصة ما يدل على تنافس العلماء وتلقطهم سقطات بعضهم للتشنيع ومحاولة السبق هذا مع إقرارنا التام بخطأ هذا الظهير لأنه لا يجوز أبدا القطع لأحد بأنه من أهل الجنة على وجه التحديد إلا من شهد الله ورسوله له بذلك تحديدا أما غير ذلك فيقول أظنه أو أحسبه من أهل الخير لأن القطع بذلك تزكية بغير علم والله أعلم كان سيف الدولة الحمداني ملكا عالما أديبا يحب مجالسة العلماء ويناقشهم هذا مع ما كان فيه من حروب متصلة مع الروم على حدود دولة الإسلام الشمالية وكان ممن يجالسه اللغوي المعروف الحسين بن أحمد بن خالوي صاحب كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم بجانب الكثير من المصنفات النافعة ووقعت في مجلس سيف الدولة هذه الحكاية سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته ذات ليلة هل تعرفون اسما ممدودا يكون جمعه مقصورا؟ قالوا لا فقال لابن خالويه ما تقول أنت؟ قلت أنا أعرف اسمين قال ما هما؟ قلت لا أقول لك إلا بألف درهم لألا تؤخذ بلا شكر وهما صحراء وصحارة وعذراء وعذارة فلما كان بعد شهر أصبت حرفين آخرين ذكرهما الجرمي في كتاب التنبيه وهما صلفاء وصلافا وهي الأرض الغليظة وخبراء وخبارا وهي أرض فيها ندوة ثم بعد عشرين سنة وجدت حرفا خامسا ذكره ابن دريد في الجمهرة وهو سبتاء وسباتا وهي الأرض الخشنة فلننظر إلى دقة الحاكم ومدى تمكنه حتى إنه لا يختبر العلماء في مثل هذه المسائل ويعطي من يعرفها هذا المال الكثير وكل ذلك يشجع الحركة العلمية ويدفع بالأمة إلى التطور والرقي ولكل زمن ما يناسبه ولو شجعنا العلم في بلادنا بمثل هذه الطريقة لتغيرت والله الأحوال في سنين عديدة أما الاسم الممدود فهو الذي آخره همزة قبلها ألف مثل سماء وبناء وإنشاء والمقصور هو الذي آخره ألف قبلها حرف مفتوح مثل هدى وضحى ومستشفى كالأمثلة التي وردت في القصة الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي البصري إمام علماء البصرة في زمانه ومخترع علم العروض ومصنف أول معجم منظم منضبط وهو معجم العين كان من العلماء الزهاد المنقطعين إلى العلم وهو أستاذ سيباويه صاحب أهم كتاب في النحو وهو الكتاب أول مؤلف علمي منظم في النحو العربي وكان الخليل شديد الذكاء ومما يدل على ذلك هذه القصة كان عند رجل من الأطباء دواء لظلمة العين ينتفع به الناس فمات الرجل واحتاج الناس إلى دوائه فقال الخليل أله نسخة معروفة؟ قالوا لا قال فهل له آنية كان يعمله فيها؟ قالوا نعم قال جيئني بها فجعل يشم الإناء ويخرج نوعا نوعا ويكتبه حتى أخرج خمسة عشر نوعا ثم سئل عن جمعها ومقدارها فعرف ذلك فخلطه وأعطاه للناس فانتفعوا به ثم وجدت النسخة في كتب الرجل فوجدوا الأخلاط ستة عشر خلطا كما ذكر الخليل لم يفته منها سوى خلط واحد والخليل أول من جمع حروف المعجم العربي الثمانية والعشرين في بيت واحد وهو صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت يحظى الضجيع بها نجلاء معطار والخود المرأة الحسنى وبزغت ظهرت والنجلاء واسعة العينين والمعتار ذات الرائحة الطيبة كان سعد بن شداد الكوفي النحوي من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي وكان ذا مزاح وفكاهة وكان ذلك منه مقبولا ومن ذلك اختلفت قبيلة بني راسب والطفاوة في مولود فاحتكموا إلى زياد بن أبيه والي معاوية فقال سعد أيها الأمير يلقى هذا المولود في الماء فإن راسب فهو من راسب وإن طفا فهو من طفاوة فأخذ زياد نعله وقام ضاحكا وقال ألم أنهك عن هذا الهزل في مجلسي؟ وكان عبيد الله بن زياد يستضرفه ويقربه فأبطأ عن صلته شهرا فقال عبيد الله يوما ما أحوجني إلى وصفاء لهم حلاوة وقدود ذوي رشاقة يقومون على رأسي فقال سعد حاجتك عندي أيها الأمير وعمد إلى أصلح من قدر عليه من الغلمان الذين عنده في المكتب فألبسهم ثياب الوصفاء وأتى بهم عبيد الله فاشتراهم وغالى بهم ومضى سعد واختفى عند بعض أصحابه فلما جاء الليل بكى الصبيان فقال لهم عبيد الله ماذا تريدون؟ قالوا نريد بيتنا فقال وأين بيتكم؟ قالوا في موضع كذا وكذا وأنا ابن فلان وهذا ابن فلان ففطن عبيد الله أنها حيلة وسخرية فوضع عليه الرصد فلما جاء به قال ما حملك على ما فعلت؟ قال أبطأت علي صلتك فضحك منه وترك المال له سيبويه رحمه الله هو إمام النحاة وكنيته أبو بشر وسيبويه لقبه وقيل إن معناه رائحة التفاح وهو لفظ فارسي كان نظيفا جميلا لازم الخليل حتى برع في النحو وما يزال كتابه في النحو من أهم كتب هذا العلم على الإطلاق والذي دفعه إلى تعلم النحو هذه الحكاية كان سيبويه يستملي على حماد الحديث فقال حماد يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبو الدرداء فقال سيبويه ليس أبو الدرداء فقال حماد لحنت يا سيبويه فقال سيبويه لا جرم لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا فطلب النحو ولزم الخليل ومن هذه الواقعة الصغيرة انطلق سيبويه إلى تعلم النحو حتى برع فيه وصار مقدما على أقرانه وما يزال كتابه هو أهم كتب النحو وأصعبها وأكثرها فوائد أما اللحن واللحن هنا هو الخطأ في الضبط الإعرابي لللفظ فهو في رفع ما بعد ليس وليس هذه لها استعمالات منها أن تكون فعلا جامدا من أخوات كان وتعمل عملها في رفع المبتدأ ونصب الخبر ومنها التي تكون بمعنى إلا فينصب ما بعدها على أن ليس حرف استثناء وهذا ما نطق به حماد في رواية الحديث فاعترضه سيبويه والصواب ما في رواية حماد أما قول سيبويه لا جرم فمعناه حقا أو لا بد أو لا محالة اشتهر الأعراب بالإيجاز والفصاحة مما يناسب حياة البدو والصحراء وكان شبيب بن شبه من الخطباء المشهورين فحدث ذات يوم أنه خطب خطبة فطول فيها فرد عليه أعرابي وهذه حكايتهما خطب شبيب إلى أعرابي بعض حرمه فأطال في كلامه وكانت للأعرابي حاجة يخاف فوتها فاعترض الأعرابي على شبيب وقال له يا هذا إن الكلام ليس للمكثر المطنب ولكنه للمقل المصيب وأنا أقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد أدليت بقرابة وذكرت حقا وعظمت مرعية فقولك مسموع وحبلك موصول وبذلك مقبول وقد زوجنا صاحبك على اسم الله وأدل الشيء بمعنى أنزله إلى أسفل هذا هو الأصل الحسي ثم استعمل في إلقاء الشيء ماديا كان أو معنويا فقوله أدليت بقرابة أي توصلت وألقيت إلينا حبال القرابة وصلة الرحم وقوله عظمت مرعيا بمعنى عظمت ما بيننا من القرابة والحقوق والصلات وقوله بذلك موصول أي ما ذكرت من المال والصداق وهو المهر مقبول وقد أوجز الأعرابي إيجازا فما أخل بشيء من أركانها فافتتحها بالحمد وذكر أموره وختمها بذكر الله ترجمة نانسي قنقر